اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات المشروعات الربحية في ظل ازمة كورونا المشروع اللي معانا في الحلقة دي هو بيع الاغذية والمشروبات المعلبة والجافة بص يا سيدي في اوقات الازمات اللي زي كورونا وغير كورونا هتلاقي ان البشر كلهم بيحاولوا يعملوا تخزين للاغذية والمعلبات بشكلها مفيش افضل من الاغذية والمنتجات الغذائية الجافة اللي ممكن تقدر انك تبعها والناس تخزينها عندها فترة الناس بتاخد منها كمية كبيرة عشان تقعد عندها اطول فترة ممكنة خوفا وده طبيعة نفس البشرية خوفا من نقصها في الاسواق او تأمين الاغذية والاحتياجات الغذائية اللي هو الامن الغذائي يعني نعمل ايه عندك حاجة من ثلاثة يا اما انت راجل مستورد للاغذية دي فلازم انك تركز فيها وتبعد على الاغذية اللي هي قريبة الصلاحية يا اما انت راجل بتعيد البيع سواء انت منصة الكترونية او محل في الشارع او كوشك او شرك التوزيع يبقى لازم تركز في الحتة دي او راجل شغال في توصيل الاغذية والمشروبات يبقى تركز في الحتة دي وتعمل عروض خاصة لو حضرتك مهتم انك تستقبل باقي افكار المشروعات اللي هي علاقة بازمة كورونا اتفضل ابعث لي رسالة واتس ام بالكود مشروعات كورونا على الرقم زيرو زيرو اتنين زيرو واحد زيرو تلاتاشر تساعتاشر تمانية اتنين خمسة خمسة ربنا يوفي لكم دكتور احمد صبر ترجمة نانسي قنقر